أنا دلوقتي أم وشايف أن ابني أو بنتي في صديق أو صديقة ليهم وشايف أن هم مؤذين جداً بالنسبة لهم وهايدروهم ما بيحبوهمش أي مكان سبب مشكلتي مع الصديق ده إيه أو الصديقة ده إيه الصحي الصحي أن أنا أتكلم مع ابني أو بنتي وفاهمها أسبابي فإن أنا مش حابة العلاقة دي ولا إحنا بنشوف ده بيحصل أحياناً الأهالي بيتدخلوا ويكلموا الأسرة التانية أو يكلموا الصديق التاني أو الصديقة التانية ولا ما تكلموش بنتي أو ما تكلموش ابني الخطوة دي بقى ما تتعملش خالص لأنه ساعتها لو هو عنده استعداد يقتنع أنه الولد أو البنت دي ما تنفعش تبقى صديقة ساعتها هو هياخد التمرد العكسي وهو ده اللي هيبقى صاحبي وهو ده اللي همشي معي ودي اختياراتي مش من حققه تدخله فيه طب لو أنا شايفة فعلاً مؤذي حلو أعمل إيه بقى؟ أكون أنا قريبة وأقول هو ليه مش مناسب أخلق مساحة تانية ما هو أنا ما حطوش هو وهو في تمرين وفي دروس وفي مدرسة وبعد كده أقول إيه لأ ده ما كانش مناسب لنا طيب أنا محتاجة أودي دروس مع صحاب تانيين نغير الفرقة اللي احنا بنتمرن فيها ونروح فرقة تانية شنهوي صاحب نستنقيني ندخله مجتمع تاني لازم أدير الموضوع بذكاء اجتماعي لكن لا دلوقتي هتقطع لغتك بي لا مش هتقطع لغتك فأنا هوجه هوجه توجيه ما فيهوش سلطة أبوية مفرطة لأنه ده هيخليه برضو مش تحت إيدينا زي خطوة الخطوة التانية هوجد له بدائل ممكن نروح هنا ممكن نغير تمرين هنا ممكن نتعرف على ناس هنا ممكن نطلع كامب هنا دي مهمة جدا هتدي له نمازج بقى ليه ده مش مناسب أثر على دراستك في إيه أثر على درجاتك في إيه يبدأ يشوف النتائج طب هل هو يتفاهم برضو حاجة زي دي في الأول مش هيكون متفاهم لأنه هو حط في دماغه خلاص أنه هو مختار الشخص ده عشان يكون صديق ليه فهو رافض فكرة النصحة أو الأوامر لأنه زي ما حضرتك قلت احنا وصلنا لمرحلة عمرية صعب ان احنا نتفاهم معه طب ايه بقى المشكلة؟ هنحل ازاي وهو ده نفس السؤال للأهالي بيطلبوه في الاستشارات دايما أنا محتاج دلوقتي كابسولة أخدها الولد الصبح يبقى زي الفل مفيش كده دي جرني طويلة عشان كده بقول ابدأوها من الولاد صغيرين احنا بنعمل مجموعة خطوات وبنفضل قريبين وبنتابع وبنوجه وبننصح مش بكرة هو هيتحسم معي ده ممكن مثلا عشان يسيب صاحب نقض في القصة دي من أربع لستة شهور بشرح له مثلا مواقف وحشة هو عملها معي بقول له نتيجة دي على دراستك ايه مهتمتوش ان انتو وتسمعوا في المدرسة وبتحضروا وبتطردوا من حصنصوا وبيحصل مع رشي ايه طب لما نزلتوا مثلا لو الشلة دي فيها حد بيدخن من بدري قوي طب مين من الشلة دي باعد عنوكو وباعد عنوكو لي عشان هو مش عايز يبقى شبه اللي بيحصل ده طب في موضوع التدخين ده مثلا أنا أم وارفت ان صاحب ابني مثلا بيدخن وكلمت قصرتهم مش فكرة ببعدوها عن ابني قلت لهم ده تصرف سليم ولا لا تصرف سليم لو البيتين هيتصرفوا بحكمة يعني لو ده هيبقى سر بنا وكل بيت هيشتغل مع ولاده من غير ما يحسسهم ان احنا قاعدين بمفتش ورقه لو انا رحت قلت لابني ده امامة صاحبك اتصلت قالت انه خسرناهم كلنا اشتركوا في القناة